طيب السلام عليكم زيكم عاملين ايه? ارابة اكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله بعدها الاخر رقم عشرة. ودي الاخيرة برضو رقم اربعة. فخلينا على طول نبدأ. هي ببسيطة. بتتكلم بشكل عام على طبعا الاجائر وحاجات تانية كثير. اتكلمنا عنها قبل كده في الشابتر اللي فات. فانا بس اخطى الحاجات اللي ما اتكلمناش عنها في شابتر تانية. هنتكلم على حاجتين مهمين جدا ان انت تبقى عارفهم اصلا كسوفتور انجينير عموما. حاجة اسمها سكرام و الديفوبس. هنتكلم عن الاتنين بشكل كويس ان انت تقدر بعد كده تبحث عنهم حتى وتتعمق فيهم لان مثلا الديفوبس ده في حاجة اسمها ديفوبس انجينير اساسا هو بيكون شغلته كله ان هو يشتغل في الحتة اللي احنا هنتكلم عنها كون شوية. كذلك الاسكرام. فالموضوع جميل جدا ان انت تبقى عارفه وانت الريستينج جدا ان انت تكون عارفه ايه. فهركز كده معايا المحاضر العطوب سريع. وتفهم ان شاء الله الدنيا مش هزاي. طيب الاسكرام هو اجايل فريمورك يعني بياخد نفس الكلام اللي في الاجايل وبيبتدي ان هو يحسن فيه. كان فيه مشاكل في الاجايل بنحاول ان احنا نحسنها هنا. اكبر مشكلة موجودة في الاجايل ايه هي عندنا? فكرة ان زي ما قلت المانجر مش قادر يشوف قوي الدنيا مش هزاي دلوقتي انا فين دلوقتي انا فين في البروجيكت. فالمفروض الاسكرام بميتينجز وحاجات كده وطولز معينة بدأ ان هو يحسن في الاجايل وده اللي هنشوف كمان شوية. بيقولك ان كمان الاسكرام بيخلي البروجيكت بتاع انه بيستخدم في البروجيكت الكمبليكس اكتر. وبيخليها انها تخلص في شورت وطايم على قد بنقدر في قل وقت ممكن اياه. والفيد باك فيها قوي. بنقدر ان احنا ناخد فيد باك بشكل محصن. لكن برضو يعني بعيدا عن الكلام ده قوي هو افضل حاجة او الفرق القوي ما بين والاجايل العادي. فكرة ان الليدر بيكون واضح اكتر للدنيا بالنسبة. عن طريق سايكل معينة موجودة قدامنا هي. الاول بيكون موجودة عندنا حاجة اسمها بروديكت آآ باك لوج. وده هنشوفه حالا عملي يعني على طول من التونس بتاعة السكرام. في الباك لوج ده بتبدأ ان انت تجمع كل الفيتشرز اللي انت ناوي ان انت تعملها. فمسلا انا دلوقتي هعمل آآ بروجيكت للكلية رفيكي مثلا. كويس. فانا في رفيكي مقرر ان انا او ناوي ان شاء الله انه مثلا يبقى عندنا آآ جوبس عايبقى عندنا مثلا شات يبقى عندنا آآ آآ اليوزر يقدر يعمل بروفايل اليوزر يقدر يعمل سي في حاجات من دي. حاجات كتير مثلا مية حاجة. بحاول اكتب كل اللي في دماغي هنا. يعني اللي بيبقى احطوط هنا تسكات. كويس جوة الباك لوج ببقى احط التسكات. منها تسكات للفرانت اند منها تسكات للدزاين منها تسكات تسكات كلهم على بعض يعني. طيب انا كل ده رسل ما بدأتش في السبرينت. يعني هنا بس كليدر او كتيم بتوع الابريشنز بيبدأ انهم يحطوا هنا التسكات وكل تسك بجول او كل تسك بتهدف ان احنا نروح للبرودكت جول يعني. طيب بعد كده بنخش على السبرينت بلانينج. هنا بقى بداية السبرينت. في السبرينت بلانينج ببدأ اخد من الباكلوب وحط جوة السبرينت. لان انا السبرينت بتاعي ليه مدة? ليه مدة قد دقيقة تعمل? سبعين مثلا او ثلاثة اسابيع. فانا في عوامل تانية كتير برضو بتأثر على الفيتشرز اللي انا هاخدها. يعني انا هاختار من هنا. عشان احطها جوة خلال ممكن اختار هتفلص في وقت قليل. ده كويس. ممكن اختار مستعجل عليها. ممكن اختار جيالي اصلا مش من هنا. مش من جيالي من متطلب جديد مسلا جديدة. او جيالي من او 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 انا عملتها او حاجات من دي. وده هيوضح حواره لكم كمان شوية بشكل عمل يعني. المهم ان انا في السبرينت بلانينج ببدأ اخد من هنا واحط في الاسبرينت بقى باكلوج. الحاجات اللي انا مفروضة خلصها خلال الاسبرينت ده. خلال البريود دي. خلال مثلا من اسبوعين لشهر. خلينا نقول انهم اسبوعين. فانا خلال الاسبوعين المفروض ان انا اعمل الحاجات دي. بتخش جوة السايكل الطبيعية بتاعة الاجيال العادي زي ما احنا قلنا. الـ requirements والdevelopment والـ design والـ development والـ testing والـ maintain. بابدأ افضل شغال هنا عادي جدا زي ما هو واضح كده الـ developer والناس شغالة هنا. بس في حتة زيادة فكرة daily scrum او الـ meetings. الـ daily meetings. كلمت عنها قبل كده بيسموها standard meetings. دي بتتعمل تقريبا كل يوم عشان كل يوم. هي بيبقى ميتنج مدتو عشر دقايق. كل الـ developers والـ testers والـ leaders كل الناس اللي في الشركة بتكون جوة الـ meeting ده. وكل واحد بتدور كده بترتيب الـ development life cycle. يعني بداية من اللي بيكتب requirements لحد ما نوصل للـ testing. بيقول ايه تاسكات اللي هو اشتغل عليها النهاردة او شغال عليها النهاردة. هو ايه تاسكات اللي خلصها مبارح. بس كده. يعني انا مثلا كاميروان ابدأ ان انا اقول يا جماعنا خلصت مبارح الـ pitch مثلا بتاعت كزا. والنهاردة نشغالها على كزا. وبقول كمان حتة زيادة لو انا متعطل على حد. يعني مستني مثلا ان التيم بتقول يو ايو اكس يخلصوا حاجة معنا عشان نبدأ فيها. كل واحد بيقول نفس الكلام ده. ده طبعا بيوضح للليدر بشكل قوي قوي. احنا وقفين فين دلوقتي. فبيحل المشكلة اللي كانت موجودة في الاجائل العادي. كويس فيبدأ ان هو ياخد قرارات. فمسلا انا قلت ان انا محتاج التسك اللي جاية من اليو ايو ايو اكس ان هو لسه مخلصش بيجي مثلا جديدة. ولما اليو ايو 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 اكس يجي يتكلم هيقول ان هو شغال في حاجة تانية غير اللي انا محتاجة. فقرار الليدر بشكل سريع جدا هيقوله لا خلاص يب اللي انت بتعمله واشتغل في التسك دي عشان مران محتاجة. مثلا. فده بيطلع قرارات سريعة وقرارات كويسة وكمان بيوضح للليدر الدنيا مش ازاي. ده بيحصل كل اليوم. ممكن اكتر من مرة في اليوم وممكن مرة كل يعني كل يومين او حاجة مش شرط يكون كل يوم يعني. ولكن بيحصل على فترات قصيرة على حسب التسكات اللي موجودة. طيب بنخلص بعد ما بيخلص بنبدأ ان احنا او مش بعد ما بيخلص يعني كل ما نخلص فيتشر جوه لسبرينت بنبدأ نجمع الايه? بتاعنا او البروجيكت بتاعنا. بنقعد نحط فيتشرز جديدة او كزا جوه الايه? جوه البروجيكت. في الاخر خالص في ميتنج اللي هو الاسبرينت ريفيو. في اخر الاسبرينت ببدأ ان انا اعمل ميتنج تاني. اناقش اللي احنا خلصناه. فبقارن اللي كان موجود في الباكلوج باللي احنا فعلايا خلصناه. فانا كنت اقل ان انا اخلص التسك اللي هي وان تو سري خلصت وان تو بس. فبعرف منين ان انا خلصت وان تو لما اوصل للاسبرينت ريفيو. اقول خلاص انا خلصت وان تو. والتسترز مثلا يقولولي ان وان شغاله بشكل كويس جدا جدا ان تقدر تعرضها على الكست مرضي لوقتي يدينا عليها في الباك. اما تو لسه محتاج ان اتخلش تاني. فانا هبدأ ان انا اخد سري اللي ما اتعملتش خالص. وتو. وابدأ اوديها فين بقى? اوديها في الاسبرينت بلانينج تاني. ده اللي انا كنت رسا بكالي عليه من شوية. بابدأ ان انا اخده وامحطه فين? في الباكلوج بتاع الاسبرينت اللي جاي عشان اعيد تاني احطه تاني في الاسبرينت اللي جاي او اللي بعده. مش شرط مش شرط يكون نفس الاسبرينت. انا بحطه عموان في الباكلوج. وابدأ بقى في الاسبرينت بلانينج. ابدأ اقول اه طب انا على حسب طبعا البريريوريتي زي ما تعلمنا. اليوزر ريكويست آآ برييريوريتي. بابدأ ان انا اشوف البريريوريتي بتاعتها عالية ولا ايه? وبناء على البريريوريتي ابدأ اشوف ان انا هل هاخدها في الاسبرينت الحالي ولا لأ? سريعا جدا انا قوليكم المواطوع ده بشكل عملي. في جيرا. في جيرا عندنا اهو في حاجات مفروض احنا دلوقتي مسلا يعني في الاسبرينت ده. عندنا حاجات مفروض لسه هتخلص حاجات اشغالين عليها وحاجات خلصة. مسلا. طيب ده ده كده الاسبرينت ده تديد دائرة يا جماعة اللي كانت في النص اللي احنا كنا نرسم نتكلم عنها. هي الواجهة اللي قدامكم دي. طب فين هتلاقي ايه موجود هنا? ده الباكلوج. فيه باكلوج كبير. وده اللي هو اللي في الاول خالص اللي بحطها فيه كل الحاجات اللي انا عايز اعملها. مسلا يعني. اه فيها كان بوج فيها حاجات كده. مسلا. ودي الباكلوج بتاعت الاسبرينت. فممكن انا اسحب من هنا مسلا فيتشر. من هنا او حاططها في الباكلوج ده. ساعتها انتقلت من الباكلوج العام للباكلوج بتاع الاسبرينت الحالي. بحس ان الناس بعد كده اقصينها على حد معين وتروح له في التودو. وهكذا. السايكل دي بتفضل شغالة طول ما انا شغال بالسكرام او طبعا بالاجيل وخاصة بالسكرام. الموضوع بيكون جامد جدا. وطبعا انا هنا مش مستخدم الفول اوبشن بتاع الجيرا. جيرا طول قوية جدا يعني. بس انا مستخدم الفري منها يعني. فده بس المتاح لياه. لكن في حاجات تانية كتير متاحة تقدر انت تستخدمها كسكرام يعني. تقدر تقرأ اكتر بقى في الموضوع لانه مهمة جدا كمان لو انت بتعمل الانتروفيو او كزا ان انت تبقى عارف الاجيل وعارف الاسكرام. طيب بعد كده الديبوبس. الديبوبس هو بيقول لك او طريقة برضو يتعطيها المستيرجي. يعني بتقول لك ازاي الديفوليبرز بيتعاملوا. ازاي الديفوليبرز يتعاملوا مع الوبريشن تيم. الوبريشن تيم هنا هو التيم اللي مسؤول عن المنتين ومسؤول عن الديبلويمنت مثلا والسيكيوريتي. عن الاي تي برضو. مسؤول عن بتاع ده السيرفرات اللي موجودة عندنا. البرانشز اللي موجودة في جيت هوب. كل الحاجات دي هما دول الوبريشن تيم. والديفوليبرز اللي بيكتبوا كود. يعني الفجر ده عجبني قوي من المحضرة بيقولك ان مثلا عندنا الكاستمر والديفوليبر كان ما بينهم جاب حلناها بالاجايل. ودي حقيقة. ان الاجايل حلت الجاب او الرابط او لغة الجاب اللي كانت ما بين الديفوليبرز والتيسترز والكاستمر. خلاص لما اشتغلنا اجايل الدنيا بقت كويس. الديفوبس هي مفروض بقى بتحل الجاب. او بتشيل الجاب اللي بتوين الديفوليبر و الوبريشن. الوبريشن تيم. هنشوف كمان شوية ازاي. هو كمان اختصار مفروض ديف. اختصار developer يعني وops اختصار لoperations بشكل مبسط جدا جدا دي بتبقى cycle بتاعت ال devops عموما لو تلاحظوا اللي على الشمال دي هي cycle بتاعت ال development عادي زي ما احنا واخدين بنبدأ بالplan ال building والtest هنا بقى مش بترجع كده تاني يعني بص مش بتروح كده تاني بتروح بعد كده لل operations عن طريق ال devops ان انت بقى بتروح لل release وال deploy وال operate وال mentor وهو اللي يروح يعدل في ال planning طب معنى كده ان مين اللي بيجي يعدل هنا في الحتة دي لما اكتشفنا ان فيه task لسه ما خلصتش ومحتاجين ان هي مثلا فيه feedback يتاخد من ال user او من ال stakeholders يعني ومحتاجين ان احنا نعدل فيها في sprint planning هم بتوع ال operations طب بيعملوا ده ازاي بقى عن طريق ومن غير ما يدائق ال devops عن طريق ال devops مش علينا التفاصيل قوي ال tools مثلا وزاي الموضوع بيشتغل وكده ولكن بيكون فيه انجينير هو اسمه devops engineer او devops manager بيكون مسؤول عن هندلة الموضوع ده ده باختصار هو ال devops كي راح احنا وصلنا الحمدلله الاخر الكورس بتاعنا والمادة بتاعة ال sa one اتمنى الموضوع يكون كان جميل بالنسبة لكم اتمنى تكونوا استفدتوا انا على مستوى الشخص استفدت بشكركم شكرا جزيلا يعني على تجاوبكم وال feedbacks اللي كانت بتوصلي كانت بتساعدني اكيد في ان انا اطور من نفسي واطور من المادة يعني او من الكورس ان شاء الله هتشوفونا بقى في كورسات تانية ان شاء الله في الترمي التاني وفي الاجازة سأخليكم متابعين القناة وعملوا subscribe والحاجات اللي بيقولوا عليها دي وبس كده شكرا